مع مرور مئة يوم على الأزمة الأوكرانية، توقع البنك الدولي في نشرة أفاق أسواق السلع الأولية أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر من 50% في 2022 قبل أن تتراجع قليلا في عامي 2023 و2024. كما توقع البنك أن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن بنسبة 20% تقريبا في 2022 لكنها ستتراجع أيضا في السنوات التالية وفي حالة طول أمد الأزمة أو فرض عقوبات إضافية على روسيا فمن الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلبا مما هو متوقع في الوقت الرهن. ترجمة نانسي قنقر